وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 446 قضية أمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 127 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 35 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 73 طن وأما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط أكثر من 115.5 أطنان أقمح محلية اشتركوا في القناة